الفلاحون بمنطقة المناصرة بإقليم القنيترة يترقبون بأمل وتفاؤل كبيرين التساقطات المطارية خلال هذه الفترة من السنة لضمان انطلاق موسم فلاحي جيد ووفير الانتاج فترة يتم خلالها زراعة عدد من المزروعات الخريفية كالحبوب والزراعات المسقية كالخضار والزراعات السكرية والأشجار المثمرة حالياً غارسين بطاطا قرع كورجيت للشوق وممكن تمنوا من الله شيء أمطار حيث مازال مطاحتش تهنو كنسقيوا ساقب التنقاط ومقتصدين على الماء على أساس يقولوا الفرشة المائية المضعيف شويق مع الساقب التنقاط الحمد لله هادا مزيان ونطلبوا من الله شيء ريق الفلاح يعاني واحد طريقة مباشرة من الأمطار قالش الأمطار تعطلت في السنة تعطلت واحد نسبة كبيرة والمطار تعول الفلاح ولكن عندما تأخر المطار خلال الفلاح تزاد عنده شوية تساير تزاد تساير بزاف بسبب اللونغريب بسبب البوطاب بسبب السقاب بسبب الدوا تزاد واليد العاملة هي تزادت ومن تصب الشتاة كل يد العاملة كانت تنقى شوية أمام أزمة الجفاف التي يواجهها المغرب خلال السنوات الأخيرة يعتمد الفلاحون في زراعتهم على النظام الري الموضعي من خلال الاستعمار الناجع والمستدام للموارد المائية وتفادي استنساف الفرشة المائية وذلك على مساحة إجمالية تقدر بستين ألف هكتار بجهة الرباط سلال قنيترا ويتوزع هذا البرنامج السنوي على برنامج خارفي على مساحة تناهز 27 ألف هكتار يتم إنجازه حاليا في احترام تام للاقتصاد الماء وذلك باستعمال السقي الموضعي وكذلك اختيار الأوقات المناسبة للاقتصاد في الماء من المرتقب أن يصل الانتاج بجهة الرباط سلال قنيترا إلى أكثر من مليونيط من الخضروات أهمها البطاطس، البصل، الطماطم وغيرها وهو الانتاج الذي سيمكن من تزويد الأسواق بصفة مستمرة على مدار السنة تطور في الانتاج يرجع إلى مجموعة من العوامل أهمها توفر الجهة على موارد مائية ملائمة ترجمة نانسي قنقر